موسيقى حلقة جديدة من برنامج وراء الحدث ونتابع في هذه الحلقة هذين الملفين اس 300 في الطريق لسوريا فماذا ستفعل اسرائيل السبس والنهضة امساك بمصلحة وتسريح باختلاف فماذا بعد موسيقى اهلا بكم اعتزام موسكو تسليم منظومة الدفاع الجوي اس 300 لسوريا ردا على تسبب اسرائيل في اسقاط طائرة روسية يفتح الباب امام عدد من التساؤلات ماذا تعني هذه الخطوة من الناحية الاستراتيجية وهل اتخذت موسكو قرارا بتغيير قواعد اللعبة في المنطقة المضطربة اصلا وهل يفقد سلاح الجو الاسرائيلي تفوقه النوعية على الدفاعات الجوية السورية التي طالما عجزت كثيرا عن التصدي لغاراته وهل اضحى المجال الجوي في شرق المتوسط مغلقا امام الطائرات الاسرائيلية وماذا في جعبة اسرائيل والتي تحسبت كثيرا من هذه الخطوة وفي النهاية كيف تراها واشنطن هذه الاسئلة ابحث عن اجاباتها عند ضيوفي في الجزء الاول من هذه الحلقة من وراء الحدث لكن بعد هذا التقرير ربضارة نافعة هكذا يبدو المشهد في سوريا بعد اسقاط الطائرة الروسية العشرين بالخطأ ابان غارات اسرائيلية على مواقع في اللاذقية الاسبوع الماضي روسيا اعلنت في المقابل عن اجراءات انتقامية ضد اسرائيل كان اشدها بحسب متابعين اعلان موسكو عزمها تسليم دمشق منظومة اس ثلاثمائة للدفاع الجوي خلال الايام المقبلة رغم الاعتراضات القوية من اسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اشار الى ان موسكو تفضلت على اسرائيل في الماضي بالامتناع عن تزويد سوريا بمنظومة اس ثلاثمائة لكن حادث اسقاط الطائرة الذي اودى بحياة خمسة عشر عسكريا اجبر روسيا على اتخاذ ما وصفها بالاجراءات الملائمة للرد من اجل الحفاظ على امن قواتها الخارجية الروسية اكدت من جهتها ان تزويد سوريا بمنظومة اس ثلاثمائة لن يؤدي الى التصعيد هناك بل الى الاستقرار ووفقا لتقارير روسية فان موسكو سترسل في غضون اسبوعين نحو اربع كتائب من المنظومة الصاروخية مشيرة الى ان تلك الكتائب ستنتشر في الساحل السوري وعلى الحدود مع اسرائيل والاردن والعراق ولبنان التقارير ذاتها اوضحت ان عدد كتائب المنظومة الصاروخية التي سترسل الى سوريا يمكن ان يرتفع الى ست كتائب او ثمان وذلك بحسب تطورات الاوضاع وما تقتضيه الحاجة هناك اسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة على الجهة الاخرى لم يكفى عن التحذير من مغبة القرار الروسي اذ اعرب البيت الابيض عن امله في ان تعيد موسكو النظر في الخطوة التي وصفها مستشار الامن القومي جون بولتون بانها تصعيد خطير للصراع في سوريا اما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيمين نتنياهو فاعتبر ان تزويد ما سماهم باطراف غير مسؤولة بنظم اسلحة متقدمة سيؤجج المخاطر في المنطقة وتعهد نتنياهو بمواصلة العمليات في سوريا وكذلك مواصلة التنسيق العسكري مع الجيش الروسي وما بين اعلان روسيا وتهديد اسرائيل يرى مراقبون ان المنطقة مقبلة على ايام صعبة في ظل تسلم سوريا المرتقب منظومة الدفاع اس 300 التي يعتبرها الخبراء الروس قادرة على شل قدرة اسرائيل على تنفيذ ضرباتها في سوريا بالشكل المعتاد خلال السنوات الماضية وهو الامر الذي قد يدفع تل ابيب للمضي قدما في محاولة ايجاد سبيل للتعامل مع هذا الامر الذي سيؤثر على سباق التسلح في المنطقة ولمناقشة هذا الموضوع في الستوديو المهندس مهدي عفيفي الوضو السابق بالحزب الديمقراطي الامريكي مرحبا بك أستاذ مهدي أهلا بك وينضم الينا من موسكو الدكتور يوري زينين كبير الباحثين بمعهد العلاقات الدولية في موسكو مرحبا بك دكتور زينين وينضم الينا من بيروت المحلل العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو مرحبا بك سيدة لعماد أبدأ معك دكتور يوري زينين من موسكو دكتور يوري منذ عشر سنوات اتفقت روسيا أو اتفقت سوريا مع روسيا على شراء منظومات S-300 ودفعت سلفا مقدم الصفقة إلا أن روسيا أجلت هذه الصفقة أكثر من مرة على مدى عشر سنوات لماذا الآن عاجلت بتنفيذ هذه الصفقة في غضون أسبوعين هذا الشيء واضح كما أنتم ترون أن أهم من أسباب هذا التغيير هو حادث الذي وكع حادث المقتل أسكريين طيارين الروس 15 وياقع طاقة روسيا مسؤولية عبع المسؤولية على عاتق الطيران الإسرائيلي فلهذا روسيا لا تخطفي شيء فقال أنه قبل كانت هناك اتفاق أنه فعلا أكد وزير الدفاع روسي شويغو أنه منذ خمس سنين كانت اتفاق هناك على تزويد سوريا بالمنظومة سلتمية وفعلا كانت سوريا حاضرة لدفع أو قدمت المبلغ هنا دكتور يوري يعني هنا السؤال المنطقي هنا ولكن روسيا أجل ألقت ألقت لكن هنا السؤال دكتور هنا السؤال هل صفقات الأسلحة بين الدول وطرف فيها دولة كبيرة مثل روسيا يمكن أن تتخذ بهذه السرعة كرد فعل مباشر أو كرد اعتبار لكرامة موسكو ألا تخضع صفقات التسليح بين الدول لاعتبارات كثيرة جدا وتأخذ وقتا وهي أخذت عشر سنوات بالفعل يعني ما السر في أنها في أن موسكو اتخذت هذا القرار سريعا على هذا النحو لأن كانت موسكو لا تريد تسعيد التوتر في هذه المنطقة وكانت موسكو فعلا كانت تفكر بأن السلوك الإسرائيلي يكون كما كان ينتظره موسكو لكن إسرائيل في حقيقة غير موقفها وصار وحدث ما نراها وروسيا لا يمكن أن تصبر هذا فما تغير حالات يتغير السياسة روسيا وهو رد فعلا لهذه الخطوة ليس هناك شيء أو تلعب من وراء الدبلوماسية أو الشياس الروسية كما إذا لم تكن مثل هذه لم يكن مثل هذه الحالة لم يكن هذا التغيير أتحول إلى بيروت العميد خليل الحلو لو تذكر في أبريل نيسان الماضي بعد هجوم الكيماوي على دوما وجهت أمريكا وحلفاؤها ضربة إلى سوريا وساعتها أعلنت موسكو قرارا مشابها بتسليم S-300 إلى دمشق وهرع نتنياهو إلى موسكو لتعطيل هذه الصفقة واضح أن مسألة S-300 لدى موسكو هي ورقة لديها تظهرها بين الحين والآخر هل تتفق مع هذا الطرح؟ نعم تماما ورقة S-300 يلعبها الرئيس بوتين على شقين الشق الأول هو سياسي فالروسيا تلقت صفعة كبيرة جدا بإسخاط طائرة الإليوشن 20 بالخطأ من قبل نظام الدفاع الجوي السوري وقد اتهمت إسرائيل وهنا لا أريد أن أسترسل في البيان الذي صدر عن الناطق العسكري الروسي الذي شرح ماذا حدث والذي كان فيه ثغرات كبيرة جدا ولا يستطيع الباحث العسكري والمراقب العسكري أن يستنتج من خلال هذا البيان على من يقع الخطأ فطبعا روسيا وجهت الملامة لإسرائيل لم توجه إلى حليفها النظام السوري ولم يتطر النظام إلى شيء مهم جدا وهو بأن النظام الاس 400 المنتشر في سوريا مبدئيا لم يرى الطائرات الإسرائيلية فقد شدد الناطق الروسي أن إسرائيل لم تبلغ الروس أين هي الطائرات فإذا روسيا لم ترى الطائرات بنظامها الدفاعي الخاص هذا شيء مستغرب جدا وإذا صح هذا يعني أن هناك ثغرات كبيرة ولا أريد أن أسترسل بهذا الموضوع ولكن اتهمت روسيا إسرائيل وطبعا عندما تتهم إسرائيل والوضع متأزم اليوم بين موسكو وواشنطن في سوريا وفي أوكرانيا وفي مناطق كثيرة من العالم وبالتالي هذا الاتهام والتهديد بإرسال بطاريات الـ S300 إلى سوريا هو رسالة إلى واشنطن وإلى تل أبيب للحصول ربما على تنازلات في الداخل السوري فإسرائيل مهمة روسيا في سوريا عميد خليل اسمح لي لأنك أتيت على نقطة كنت سأتحول بها إلى ضيفي في الستوديو المهندس مهدي عفيفي مهدي كثير من التحليلات فعلا قالت مثل ما قال العميد خليل من بيروت أنه يعني موسكو رأت في إسقاط الطائرة فرصة تستثمرها لملفات أبعد من سوريا وتحديدا هي رسالة إلى واشنطن أو ابتزاز لإسرائيل تبتز إسرائيل لكي تضغط على واشنطن لكي تسوي ملفات أخرى خارج سوريا هل تتفق مع طرح أنه روسيا تبعث رسالة استثلاثمائة إلى واشنطن أنا أتفق مع هذا الطرح لأن إسقاط الطائرة بشكل الخطأ لا يعني ليست يعني بمشكلة كبيرة خاصة وأن هناك في تنصيق وتحالف بين إسرائيل وبين روسيا وإسرائيل بتقوم بضربات عسكرية كثيرة من قبل وهناك أيضا كان تنصيق عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بضرب سوريا فلذلك أعتقد أن روسيا وجدت الفرصة السانحة لاستخدام هذه الورقة للضغط لاستخدامها في ملفات أخرى كما ذكر ضيفك الكريم من بيروت وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية توقن هذا بشكل كبير ولذلك رأينا أن إسرائيل تحاول تهديئة الموفق ولا أعتقد أن نشر هذه البطاريات S300 له يعني ميزة واحدة فقط وإنما هو مجموعة من الأشياء لأن لابد أن ننظر من خلفية ما يحدث في هذا في حالة بجموعة ميزات لمن لإسرائيل لإسرائيل بالطبع ميزات لإسرائيل بالطبع سأقولك لي في كل إسرائيل قالت أن هذا كابوس هذا كابوس حل الكابوس بيكون دائما مع إسرائيل تلجأ إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنخذونا نحن مهددين وسيتم القضاء علينا كما حدث من قبل تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمد إسرائيل بأسلحة بدون وطائرات F-35 وإلى آخره فمن ناحية هي طبعا تهديد لكن كما نعلم لا يوجد تهديد حقيقي بين موسكو وإسرائيل إسرائيل حليفة موسكو وحليفة الولايات المتحدة الأمريكية وفي الظاهر الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أعداء فإسرائيل هي دايما المستفيدة في أي حال من هذه الأحوال لكن لابد من الأخذ في الاعتبار أن هذا سيشعل المسألة في المنطقة بشكل عام خاصة سوريا الآن قبل التصعيد أستاذ مهدي لكن لا ننسى أيضا أن هناك أزمة حقيقية الآن بين تل أبيب وموسكو بالطبع هناك أزمة وهذه الأزمات أزمة سياسية لا تغير من طبيعة العلاق يعني دائما كانت هناك أزمات سياسية إسرائيل استطاعت أن يكون لها علاقة متوازنة مع موسكو على مدار سنوان فهذه الحادثة التي تعب ده ليس تعدي من إسرائيل على موسكو وليس إنما مجرد حادثة هناك فيها يعني القيل والقال وكما ذكر الخبير العسكري من بيروت هناك يعني علامات استفهام عن هذه التقارير فلذلك هي ورقة فعلية لكن إسرائيل تحاول أن لا يكون هناك تصعيد في المنطقة ولكن لو حدث وبالفعل تم تسليم هذه المنظومة إلى سوريا أولا من يقوم على إدارتها سيكون الروس وليست لا تطلق حرية العنان فهي ليست لسوريا على الأقل لفترة بالطبع ولفترة طويلة لأن في هذه المرحلة هناك تنسيق ومحاولة يعني تنظيم لما يحدث في سوريا بالإضافة أن إسرائيل ستلجأ مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية وفي أقل من ساعات سيتم تزودها بما يسمح بالدفاع عن نفسه طيب أعود إلى موسكو مع الدكتور زينين دكتور زينين واضح مما سبق أن موسكو عطلت أو استجابت لضغوط تعطيل هذه الصفقة لسوريا أكثر من مرة هل نحن في ورد أن يتكرر هذا التأجيل مرة أخرى من قبل موسكو لا لأن هذه الخطوة الحسمة كما أنتم تراه لأن هناك صدر تم إصدار الكرار من جانب الرئيس ومن جانب الوزارة الدفاع الروسي لتزويد لإبداد سوريا بهذه المنظومة وهذا ليس تلعب أو ليس هو نقطة لأن الشيء يكلف يعني هناك روسيا أولا الضيف الأول قال أنه ليس الروسيا هناك منظومة اس 400 التي أكدت صحة استصريحات لأسكرين الروس هذا هي اليوم إذا كنت تتابع على أخبار بالثقب قد لازم تلاحظ أن أكدت كياد روسيا من وزارة الدفاع روسيا أن هذه معلومات هذه معطيات تلقيت وزارة الدفاع روسيا من منظومة اس 400 يعني أنها رصدت هذه الطائرة تمام مزبوط لكن السؤال هنا نعتبر أن هذا شيء مغلق يعني شيء مغلق لكن هنا السؤال في حال أنه حصل ضغوط على موسكو من قبل الولايات المتحدة أو من قبل إسرائيل خلينا لا نقول ضغوط يعني خليها رجاءات أو مجهودات دبلوماسية من قبل تل أبيب أو واشنطن حصلت مقايضات بين موسكو وبين هذه العواصم في قضايا عالقة بين موسكو وواشنطن تحديدا هل نحن في وارد أن يتم تأجيل هذه الصفقة مرة أخرى كما أجلت قبل ذلك مرتين أنا لا أرأى أسباب لهذا أنا لست مسؤول حكوميا عاليا ولكن لا أعتقد إذا صدر أمر فمن ضروري تنفيذ هذا الأمر طيب على ذكر S-400 دكتور يوري إذا كان الهدف كما قالت موسكو في الأيام الماضية إذا كان الهدف من توريد S-300 إلى دمشق هو حماية الجنود الروس هناك S-400 بالفعل موجودة في حميميم وفي طرطوس وأنت قلت أنها رصدت هذه الطائرة نعم ما الداعي إلى S-300 هي رصدت كما رصد منها فعلا هي موجودة هناك أي تمام ما الداعي إذن إلى S-300 موجودة S-400 الأكثر تطورا في سوريا على الأراضي السورية موجودة ولكن هي في أي يد في أي يد الأسكرين الروس ولا تستعمل وهم لا يستعملوها للأغراض الأسكرية لأنها في بلدار الروسية متوجدة بلدار الروسية مهائس 300 حتى إذا وردت إلى السوريين كما قال مهانس مهدي هنا أنه ستظل في إدارة الروس لوقت ليس قصيرا لأنه لا تأكد لأنه الآن يفع أكد أنه أفواج والأسكريون السوريين مر تدريبهم خمسة قبل من قبل لما كانت هناك الأمر لتزويد ولكن أعلقت بعد ذلك بطلب تلبية لطلب من إسرائيل هم قاموا بالتجربة لإستخدام لإدارة مثل هذه المنظومة السوريين أنفسهم هكذا يعني أنا أعتمد على الاستصريحات الرسمية العميد خليل في بيروت تحليلات عسكرية قالت ست العميد وأنت هنا لكي تزيدنا علما بهذه النقطة قالت أن هذه المنظومة لا تحول دون اختراق إسرائيل أو غير إسرائيل للأجواء السورية لأن هذه المنظومة S-300 تتعامل مع الباليستي ومع التومة هوك لكن لا تتعامل مثلا مع الـ F-35 التي تمتلك إسرائيل منها 15 طيارة وفي انتظار 35 أخرى من الولايات المتحدة فإذن يمكن لإسرائيل القدرة على التعامل مع هذه المنظومة إذا كان ذلك كذلك لما كل هذا القلق من جانب تل أبيب على توريد S-300 إلى سوريا إيه المشكلة؟ نعم هنا أود أن أوضح بعض الأمور التقنية عندما تم الكلام عن تزويد إيران بمنظومة S-300 سارعت إسرائيل إلى التعجيل مع الولايات المتحدة بتسليمها طائرات اللايتنينجز F-35 وبالفعل إسرائيل استلمت حتى الآن بين الـ 9 والـ 15 طائرة وقد قامت بتجربتها وهي وهذه الطائرات تستطيع أن تتفوق على التقنيات التي تتمتع بها منظومة S-300 هذا من ناحية أولى وهنا نتحدث عن سرب واحد الطائران الإسرائيلي يقوم على الـ F-15 والـ F-16 بشكل أساسي وليس على الـ F-35 بعد فعدد الطائرات المتوفر لا يكفي إذا كان هناك حرب شاملة هذا أولا ثانيا حتى ولو فرضنا أنه إسرائيل لا تمتلك طائرات الـ F-35 لنتحدث عن طائرات الـ F-15 والـ F-16 هذه المنظومة لا يمكنها أن تتعامل مع أهداف تطير على علو منخفض لقد ذكرتم التومهوك هذه المنظومة لا يمكنها أن تتصدى للتومهوك هذا غير صحيح التومهوك يطير على علو منخفض جدا والمدى الأدنى الذي يمكن أن تتعامل معه أي صاروخ في منظومة S-300 هو كيلومتر واحد فوق الأرض والتومهوك يمكنه أن يطير على علو أقل بكثير من ذلك هذا أولا ثانيا منظومة S-300 ليست منظومة واحدة هناك عدة منظومات S-300 وهناك عدة فروقات بين هذه المنظومات وهناك بداخل المنظومة الواحدة إمكانية تواجد عشرة أنواع من الصواريخ مختلفة هناك منها القديم وهناك منها ما هو أحداث وهناك منها ما يمكنه أن يصل إلى أن يطال أهداف على ارتفاع 30 كيلومتر وعلى بعد يتراوح بين 40 كيلومتر أتحدث عن البعد ليس عن الارتفاع 40 كيلومتر و200 كيلومتر كحد أقصى حسب نوع الصواريخ لا نعرف ماذا ستسلم موسكو لسوريا هل ستسلمها الصواريخ التي يمكنها أن تطال هذه يعني في ضوء كل هذه المعلومات أشكرك عليها ستل عميد إسرائيل يظل لديها البديل هنا هذا كلام سليم علميا طيب لماذا هذا القلق هذا هو سؤالي نعم القلق طبعا لا يستطيع الطيران الإسرائيلي اليوم يتمتع بحرية كاملة بحرية مناورة كاملة فوق الأجواء اللبنانية والسورية بوجود منظومة الـ H300 يصبح الأمر لا يبقى الأمر على ما هو اليوم سيستطيع الطيران الإسرائيلي القيام بالمهمات التي كان يقوم بها خلال الأعوام السابقة ضد أهداف إيرانية ولكن لن يستطيع القيام بذلك بالسهولة نفسها فهو سيضطر إلى المناورة سيضطر إلى التضليل سيضطر إلى إرسال عدة طائرات في الجو لتضليل الردارات سيضطر إلى الطيران على علوم خفض فوق الأراضي اللبنانية للاحتماع بسلسلة جبل لبنان وسلسلة شرقية لكي لا تراه الردارات حتى ينقض بسرعة كبيرة إلى الداخل السوري وبوقت قصير وهذا يسعب الأمر على الطيرين بشمونس مهدي أعود إلى رد فعل واشنطن واشنطن قالت في أول تصريح لها أن هذا تصعيد أن تسليم S300 إلى سوريا هذا تصعيد لكن ماذا لدى واشنطن أن تفعله بإزاء هذا التصعيد؟ هناك كثير مما تقوم واشنطن بعمله أو مما في جعبة واشنطن أولا الإسراع في تسليم إسرائيل طائرات الـ F-35 الـ F-35 اللي باقي إسراع وذلك يبقى نوع من التواذن ويكون هناك أسراب ممكن أن تتحرك في هذا الوقت ثانيا استخدام ملفات أخرى خاصة داخل سوريا في التفاوض لأن أساس ضغط روسيا بهذا الكرت هو محاولة أن يكون هناك تفاوض في الداخل السوري خاصة في تواجد الإيرانيين المناطق في إدلب وغيرها فاستغلت روسيا هذا الكرت في الوقت الحالي لأنه يمكن الضغط به على إسرائيل ثالثا الولايات المتحدة الأمريكية دائما ترى أن يكون لإسرائيل التفوق على أي من جيرانية في منطقة الشرق الأوسط هذا هو محل القلق وليس القلق من أن يتم مثلا ضرب إسرائيل أو إلى آخره لأن هناك نوع من العلاقة بين إسرائيل وبين روسيا التي تحول من تصاعد الأمر بهذا الشكل ولذلك رأينا إسرائيل تسعى بشكل حثيث لاحتواء الموقف وأن روسيا تهود وقد يأتي الوقت التي لا تسلم هذه السوريخ مرة أخرى لن نرى الحل إلى بعد التسليم بالفعل لأنه حدث كما ذكرت وبعض ضيوف من قبل أنه تم الوعد بتسليم هذه الطائرات وتم تدريب لمرحلة أكبر بكثير من ما نراه الآن لكن ما دكتور يوري أشار إلى أن هذه المرة أخذ شكل أمر عسكري فغير قابل للنقض أو قابل للتراجع دعنا نرى هو مفروض أن في المدة لكن مهدي المعروف طبعا أنه منذ اندلاع الأزمة في سوريا واضح أن واشنطن سلمت للتفوق الروسي على الأرض حتى على الأقل وكأنها تركت سوريا لروسيا تفعل فيها ما تشاء فالبعض لا يتوقع رد فعل من واشنطن كبيرا هي رد الفعل سيكون لحماية إسرائيل وليس لحماية سوريا يعني المعادلة في سوريا كما هي المعادلة في سوريا لا أعتقد لن تتغير أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لها استراتيجية معينة عندما انحصرت دورها في سوريا ستتمركز في إدلب ومحاولة حماية بعض الجماعات الاعتراضية أو المعترضة أو الأكراد أو غيرهم لكن الأساس هو حماية إسرائيل لأن إسرائيل هي الولايات لكن وارد أنها تستجيب مثلا إذا صح التحليل اللي بيقول أنه روسيا بتقايد في ملفات أخرى زي القرم وأوكرانيا وغيرها والعقوبات مثلا الأخيرة وارد أنه واشنطن تستجيب لهذه المقايضة؟ قد يكون هناك تفاهمات من تحت الطاولة ولكن لا أعتقد أن واشنطن تقبل بهذا الأسلوب من التعامل قد يكون هناك تفاهمات لا أعتقد في القرن قد يكون هذه التفاهمات في سوريا هناك أمور محسومة ولا خطوط حمراء لدى الولايات المتحدة الأمريكية لكن هناك مسائل مفتوحة يمكن التفاهم المحسوم زي العقوبات مثلا؟ زي العقوبات لا تتغير العقوبات ستستمر ويعني سيتم زيادتها لأنها مربوطة بمسائل أخرى ليست هذه المسألة أحدا منها فلذلك أعتقد أن ملفات أخرى ما يزمة القرن أيضا نتج عنها عقوبات بالطبع بالطبع والولايات المتحدة الأمريكية لو رأينا أن لا تأتي بالتهديد أو باستخدام كروت أخرى هناك مسائل أصلا السياسة الأمريكية مارنة فيها مثل سوريا وده الواقع سوريا رأت الإدارة الأمريكية ورأت المؤسسات الأمريكية لأن تواجد الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا ليس من المصلحة الأمريكية العليا فلذلك لم تدعم هذه المجموعات وحتى المجموعات نفسها انقلبت على أنفسها فتركت الولايات المتحدة الأمريكية رفعت يدها عن هذه المجموعات وأصبحت لروسيا اليد العليا هو سوريا دكتور يوري أعود إليك مرة أخرى أنت قلت قبل قليل أنه روسيا تراجعت أكثر من مرة عن تسليم سوريا السلثمائة خوفا من تصعيد محتمل في المنطقة طيب أما أنها الآن بصدد التسليم النهائي لهذه المنظومة لسوريا هل نحن مقبلون على تصعيد وهل روسيا تحسبت لهذا التصعيد وحسبت حساباتها السياسية والعسكرية للتصعيد المحتمل في المنطقة لا لستو أنا قلت أن روسيا كانت تخاف من تصعيد ليس للتصعيد ولكن روسيا كانت ترغب أن بأنه إسرائيل سيتمسك بوعودها ولا يتخطى هذا الخط الأخمر التي كانت تتفق عليها أصنع الاتفاقات بين الأسكرين الروس والإسرائيليين ولهذا جاءت هذه الخطوة يعني خطوة كرد فعل وهذا الشيء طبيعي لأننا أعتقد أن روسيا فقدت 16 ابناء أسكرين في سوريا ولا يمكن أن يمر هذا الأمر بدون أي رد فعل مثلما كانت هناك المقاتلة روسيا أسقطت من جانب توركي تتذاكر روسيا فعلا تصرفت وكانت رد فعل لها فهذا الشيء طبيعي بالنسبة لروسيا التي يحمي روسيا تحمي أولاد أبناءها الذين يخاربون خارج البلد بدد الإرهاب طيب دكتور يوري ما هي حدود الأزمة الآن بين موسكو وتل أبيب هل هي مجرد أزمة دبلوماسية فقط لا تتعداها إلى أزمة عسكرية بمعنى أنه خطت الابتصال المباشر بين سلاح الجو الإسرائيلي وقاعدة حميمين مثلا وهو موجود هل سيتأثر هذا التعاون العسكري؟ حتى الآن لم نسمى أي عطل أو قطع الاتصال المباشر بين الخميمين وبين الوسكريين الإسرائيين حتى الآن فأنا أكد سيبقى هذا يعني بغي تجنب بغي تجنب التكرار بمسا هذه المعصد لكن كيف ستحتوى هذه الأزمة في رأيك صياغ احتوائها من قبل موسكو كيف سيكون؟ ليس في مقدوري أن تنبع شيئا كثيرا ولكن روسيا أيضا تتصرف بالتزان وليس بالعدوانية وبشكل ديبلوماسي طيب العميد خليل في بيروت ما هو التصعيد الذي قصدته واشنطن عندما قالت أنه أنه هذا تصعيد يعني وصفت هذه الصفقة بأنه بأنه تصعيد في المنطقة أي شكل من أشكال التصعيد من الممكن أن يحدث؟ هناك مستويان من التصعيد المستوى الأول هو تصعيد بين روسيا وإسرائيل ومما يزيد من احتمالات الاحتكاك بين الطرفين مع أن هذا لا يرغبه الطرفان كما تفضل ضيفكم الكريم وقال من موسكو أن موسكو لا ترغب في قطع العلاقة مع إسرائيل ترغب في استمرار هذه العلاقة والإسرائيليون يرغبون وهنا يجب أن أشير بأن هناك حوالي مليون إسرائيلي من أصل الروسي يعيشون في إسرائيل وأن نصفهم ما زال يحتفظ بالجنسية الروسية ويصوت في موسكو ويصوت في روسيا خلال الانتخابات والعكس هناك حوالي سبعين ألف يعيشون في روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية ويصوتون في البلدين وبالتالي العلاقة بين الطرفين هي جيدة جدا ولا يجب أن أذكر بأن بنيمين ينتنياهو في أيار الماضي زار روسيا وكان إلى جانب بوتين معروف هذه العلاقة لكن أنا أقصد هنا سيد العميد تصعيد في المنطقة تغيير قواعد اللعبة في المنطقة كما وصفت ليس لا أظن تغيير قواعد اللعبة هناك خطر تصعيد بين إسرائيل وموسكو وهذا ما لا ترغب به واشنطن لأنها لا تريد أن تدخل أن تصاعد وسانيا هناك احتمالات احتكاك بين النظام السوري عندما يمتلك هذه البطاريات وله حرية الرماية أن يرمي على الطائرات الأمريكية يوما ما في حال قرر ذلك وهذا سيكون تصعيد خطير وخطير جدا علما أن الولايات المتحدة تمتلك ما يكفي من الإجراءات المضادة الإلكترونية لتتفادى هذه الصواريخ ولكن هذا يعتبر تصعيد وبالتالي نشر هذه الصواريخ بين أيدي النظام السوري لا يشبه أبداً وجود المنظومة الممثلة في يد موسكو فعندما موسكو تمتلك S400 أو S300 في سوريا وهذا لا يقارن لا يقارن ذلك أبداً بامتلاك النظام السوري هكذا منظومات لأنه يمكنه استعمالها أعود للقاهرة بشمونتس مهدي أنت أشرت قبل قليل إلى أنه ما يهم واشنطن في هذه الأزمة أو في غيرها من الأزمات هو أمن إسرائيل بالطبع طبعاً هذا ليس توجهاً جديداً على السياسة الإسرائيلية لكن في عهد ترامب أخذ شكل جديد بالطبع في عهد ترامب تطورت هذه العلاقة لعلاقة دفاع عن إسرائيل بأي شكل من الأشكال وبما ترغب إسرائيل فأصبحت العلاقة ليست مجرد علاقة دولتين بل كأن إسرائيل أحد الولايات الأمريكية بل بالعكس الولاية الأولى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية إضافة أن الاهتمام بهذا الشكل والتصعيد بهذا الشكل هو لسببين رئيسيين التخوف أن يحدث أي نوع من أنواع الهجوم على أي طائرات إسرائيلية أو أمريكية في حالة امتلاك النظام السوري أو يعني استطاعة النظام السوري بالتعاون مع روسيا من استخدام هذه المنظومة مع أنه ليس لديه الخضرات التي قد تتوفر لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ثانيا في حالة إنقامة الولايات المتحدة الأمريكية وذي نقطة مهمة جدا بضرب سوريا في حالة ثبات ثبوت استخدامها للسلاح الكيماوي وهو يعني يعني خلص خلصت يا إدلب كان منها النبأ الأخير يعني فلذلك هو التخوف إن احتمالية أن يكون هناك خطورة على الإسرائيليين أو الأمريكيين هو ده الذي يعني شكرا جزيلا لك المهندس مهدي عفيف العضو السابق في الحزب الديمقراطي الأمريكي كان معي في الاستوديو في القاهرة وأشكر من بيروت العميد خليل الحلوى المحلل العسكري والاستراتيجي وأشكر من موسكو الدكتور يوري زينين كبير الباحثين بمعادة العلاقات الدولية في موسكو شكرا لكم مشاهدين متواصلون معكم في حلقة وراء الحدث لهذه الليلة ونتابع بعد هذا الفاصل السبسي والنهضة امساك بمصلحة وتسريح باختلاف فماذا بعد أهلا بكم بإعلان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إنهاء التوافق مع حركة النهضة الإسلامية تكون تونس قد دخلت مرحلة جديدة والمرحلة الجديدة بها تساؤلات كثيرة لعل أبرزها هل نحن إزاء طلاق باء بعد سنوات خمس من التوافق ولماذا لم ينجح التوافق السابق في تجنيب تونس ويلات أزمات اقتصادية والسياسية كثيرة وهل يدخل موقف النهضة في إطار الانتهازية السياسية أم أنها لعبة السياسة في شكلها التقليدي وعلى وقع هذه الخطوة هل تدخل تونس في أزمة سياسية جديدة أم تكون مدخلا لحل عقدة حكومة الشاهد وماذا يريد اتحاد الشغل التونسي من التهديد بالإضرابات وفي النهاية إلى أين تتجه التجربة التونسية برمتها هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي الجزء الأخير من حلقة هذه الليلة من وراء الحدث لكن بعد هذا الفصل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يعلنه خلال حوار تلفزيوني القطيع مع حركة النهضة بناء على طلب الأخيرة بعد توافق استمر لسنوات ويأتي ذلك إثر تباين الخلافات بين الرئيس والغنوشي حول مصير الحكومة الحالية التي طالبها بالتوجه مجددا للبرلمان لتجديد الثقة في الفريق الحكومي إعلان رأت فيه أحزاب حدثية أنه نتيجة لتوافق وصفته بالمغشوش يهددوا لانتقال الديمقراطي في البلاد نعتبر الحركات الحزاب الحدثية والمدنية لا يمكنها أن تلتقي تجم تلتقي في إتار في إتار تنافس مع حركة النهضة اللي هي عندها مرجعية إسلامية لكن أن يكون هذا التقارب بهذا الشكل كنا نقول قلوا اللي هو هذا تقارب وتحالف مغشوش وحركة المشروع التونس تكونت على إثر خلاف داخل نيدة تونس منذ 2015 نتيجة لهذا التحالف وعلى وقع تصريحات السبسير متابعون أن تغيرات قد تطرأ على المشهد السياسي في البلاد سيما مع دعم حركة النهضة لرئيس الوزراء يوسف الشاهد وتشير التحليلات لإعلان توافق مرتقب بين النهضة والشاهد بعد استحداث كتلة برلمانية مساندة لحكومته بالنسبة لحركة النهضة هي الآن أعلنت بشكل غير رسمي منذ أشهر أنها تخلت فعلا عن التوافق الذي تم تهندسته في باريس مع الرئيس اللاباجي قايد السبسي وذلك باستفافها ومسانداتها لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي لم تقدر كل الأحزاب والمنظمة الكبرى وحتى رئيسة الجمهورية على دفعه نحو للاستقالة وتتواصل وحالة الشد والجذب بين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية في ظل خلافات حادة حول مصير الحكومة المثيرة للجدل سياسيا بزعامة الشاهد مع استمرار دعم النهضة لما تسميه الاستقرار الحكومي ورفضها لتعديل وزري عميق وهو ما زاد الأمر تعقيدا بين الرئيس التونسي وحليفه بالأمس راشد الغنوشي بعد إعلان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي القطيع وعيد سنوات من التوافق تبقى كل الاحتمالات واردة بما قد يغير المشهد السياسي برماته ياسر دمابش الغد العاصمة التونسية أرحب بضيفي هذا الجزء من وراء الحدث من تونس أرحب بالسيدة سناء مرسن يعضو المكتب السياسي لحركة النهضة كما ينضم إلينا من لندن جلال الورغي مدير المركز المغاربي للبحث والتنمية في لندن مرحبا بكم وأبدأ معك أستاذ سناء أستاذ سناء يعني السؤال المنطق الآن والبديهي لماذا فضلت النهضة تكوين ائتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد والاستغناء عن خمس سنوات من التوافق مع نداء تونس أولا شكرا على الاستذافة في الحقيقة حركة النهضة لم تشكل ائتلافا مع رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ومن المهم أن نذكر بتاريخ تكوين هذه الحكومة والتي تكونت في 2016 تحت غتاء وثيقة قرطاج الأولى واللي كانوا فيها كذلك كانت حركة نهضة وحدها كان هناك حركة نداء تونس وأيضا معناها أحزاب أخرى وكذلك الاتحاد الشغل كان تحت مضلة هذه الوثيقة والاتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد الفلاحين والحكومة هذه حركة نهضة كان جزء منها والحكومة التي فيها معروف هذا التاريخ سيدة سنة معروف هذا التاريخ من الاتلاف بين النهضة وبين نداء تونس هذا التوصيف تمام لكن ما الذي حدث الكل كان مجمعا هنا على فشل أداء حكومة يوسف الشاهد وأطراف الاتلاف كلهم طالبوا باستقالته أو عرضي على البرلمان لماذا تمسكت به النهضة من المهم أن نقوم ببعض التوضيح وأنا سأجيبك على السؤال في علاقة بالصور الأداء الحكومي نعم نعم حركة النهضة وبكل بساطة وبدون تعقيد هي لا تتمسك بسايد يوسف الشاهد كشخص هي تتمسك بالاستقرار الحكومي وهذا كان عنده أسباب وكان عنده فلسفة لأن الوضع الذي تعيشه بلادنا اليوم الوضع الاقتصادي الصعب المشاكل الاجتماعية المشاكل الاقتصادية والإنهيئة معناه نوع من انزلاق الدينار التونسي بشكل كبير أزمة المالية العمومية مسألة الاقتراض وغيرها نعتبر أن كل هذه الأسباب تخلينا أو تخلي تغيير الحكومات ما هو هو الحل لحل هذه الإشكاليات أنه لدينا إشكاليات في السياسات المعتمدة السياسات العمومية المعتمدة نحتاج إلى سياسات مستقرة ونحتاج أيضا إلى حكومة مستقرة يمكنها أن تنفذ الإصلاحات الضرورية لإيجاد حلول لهذه الأزمات المختلفة وبذلك تمسكنا بالاستقرار الحكومي واعتبرنا أنه لا فائدة الآن في تغيير حكومة يوسف الشاد هذا ما يعني أنه ربما مستقبلا تتغير الحكومة يعني ليس هذا المعنى قلنا الآن لا فائدة من ذلك ودعونا كل الأطراف المواقعين على وثيقة قرتاج وفي حواراتنا في وثيقة قرتاج أسنين واتفقنا مع بقية الأطراف اللي معنا وكذلك ندى تونس على 63 نقطة اللي هي تعتبر إصلاحات ضرورية لضخ دماء جديدة في الاقتصاد التونسي لكن الاختلاف كان حول النقطة 64 اللي معروفة وهي تغيير حكومة يوسف الشاد وإحنا بالنسبة لنا نعتبر الحكومة هذه إحنا فيها طرف ضعيف فيها نسبيا أو عدديا لكن هي حكومة فيها تغيير الحكومة خمستاش وزير من نداء تونس ما تجمش تكون حكومة النهض تمام تغيير الحكومة لم يكن مطلبا لنداء تونس فقط كان مطلبا لشركائكم أيضا في الاقتلاف مثل اتحاد الشغل نعم هو مسألة التغيير الحكومي لم يكن صحيح مطلب فقط من نداء تونس أيضا اتحاد الشغل يعني كان معه هذا التغيير وعبر عليه في أكثر من مرة واتحاد الشغل هو منظمة اجتماعية يعتبر أنه لم تتحقق ربما مع هذه الحكومة المطالب الاجتماعية اللي يدعو لها اتحاد الشغل ومن حقه أنه يطلب التغيير الحكومي وعنده أسباب لذلك ولكن أيضا نحن كحذب سياسي نعتبر أنه هذا اليوم الاستقرار الحكومي هو الذي يخدم مصلحة البلاد وهو دافعنا للدفاع على الاستقرار الحكومي هو أساسا المصلحة الوطنية سأعود إليك لكن أتحول إلى لندن مع الدكتور جلال دكتور جلال السبسي قال أنه انتهاء هذا الائتلاف أو انتهاء هذا التحالف كان بسبب من النهضة هل أنت مع تحميل المسؤولية كلها للنهضة فقط أم أن هناك أطراف أخرى تسأل أيضا عن انشقاق هذا الائتلاف وفضه تحية لك ولي ضيفتك الكريمة من تونس وإلى المشاهدين الحقيقة أنه يعني يجب النظر إلى هذا المشهد اليوم في تونس والتصريحات رئيس الجمهورية في سياقها الطبيعي وأحسب أنها لا يجب أن تحمل أيضا أكثر من حجمها في تقديري لا يزال هناك فرص لاستمرار التوافق لترميم التوافق لأن الأزمة مثلما أشرت لا تتحملها في تقديري حركة النهضة وحدها بل بالعكس لعله سبب الأزمة والجوهر الأزمة في الحقيقة هو نوع من الاختلاف والتباين داخل حركة نيدا تونس خاصة بين المدير التنفيذي لحركة نيدا تونس وبين رئيس الحكومة الذي هو نفسه قيادي في حركة نيدا تونس وكان مرشح نيدا تونس لرئاسة الحكومة ولذلك الحقيقة أن هذه الأزمة وهي أزمة حقيقية لا يجب أن ننكر ذلك سببها الأساسي في تقديري هو غياب الحوار ليس هناك لنا فترة تكاد تعد بالأشهر لم تجلس الأطراف المختلفة والمتباينة في وجهات النظر لطاولة الحوار وتتدارس بشكل جدي وتدقق أين محل الخلاف تحديدا لأنه في نهاية المطاف لو ندقق سنجد أن النهضة تقترب جدا حتى من موقف نيدا تونس لأنها طالبت السيد رئيس الحكومة يوسف الشهد إما أن يختار يواصل في إدارة الحكومة ولكنه في نفس الوقت عليه أن يعلن عدم الترشح لاستحقاقات 2019 أو يفعل العكس وبالتالي قد نصل مع تعميق الحوار بين الأطراف مختلفة إلى نقطة التقاء وفي تقديري أنه رئيس الحكومة عفوا رئيس الجمهورية النهضة تحديدا مثل ما أشارت اليوم في بلاغها تنظر إليه باعتباره أحد أعمدة التوافق هنا أستاذ جلال عفوا اسمحني ستوقف عند نقطة أنت أشرت إليها وهي أنه السبب أنه سبب هذا الانشقاق هو الانشقاقات الداخلية في نداء تونس البعض يقول أن يوسف الشاهد نفسه كان سببا من أسباب هذه الانشقاقات لأنه كان هناك تحالف مع حركة النهضة يشوبه الغموض وهو لم يرضى في أكثر من مناسبة أن يفصح عن علاقته بحزب نداء تونس وبمؤسسة الرئيس الباجقايد السبب سوى عن غموض تحالفه مع النهضة فإذن هو جزء من المشكلة من الفعل كما يقول نداء تونس موقع رئيس الحكومة فعلا هو جزء من المشكلة اليوم ولكن لا يوسف الشاهد نفسه يوسف الشاهد قياده في حركة نداء تونس ورشح من قبل حركة نداء تونس ورئيس الجمهورية لأن يقود الحكومة بتوافق مع مكونات وثيقة قرطاج وهي منظمات اجتماعية وأحزاب سياسية والحقيقة اليوم الحديث على أنه انبنى تحالف بين حركة النهضة والسيد يوسف الشاهد في تقديري فيه نوع من المبالغة الإعلامية لأنه ليس هناك أي تطور في علاقة يوسف الشاهد بحركة النهضة ما عدا تأكيد حركة النهضة على أنها بعد تجربة اتقالة الحبيب الصيد في فترة وجيزة من قيادته للحكومة كان ولا بد هذه المرة من التمهل والمحافظة على الاستقرار الحكومي بدل المغامرة والدفع بالبلاد إلى مرحلة من عدم الاستقرار في إطار البقاء أعود إلى تونس مع السيدة سناء الدكتور جلال أشار إلى أنه باب احتواء هذه الأزمة لم يقفل بعد والفرصة لم تولي هل هناك بالفعل إمكانية لذلك على الأقل من جانب النهضة أكيد أنه نحب نرجع يعني أعود قليلا على خطاب السيدة الرئيس الجمهورية واللي كانت فيه رسائل إيجابية كذلك مهمة تتعلق أساسا أنه الخروج من هذه الأزمة لا يمكن أن يكون إلا بحل دستوري وهذا طبيعي لأن الرئيس الجمهورية هو الضامن لاحترام الدستور وأكيد لن يكون هناك أي حل إلا من خلال الدستور سواء بتطبيق الفصل 98 ويذهب رئيس الحكومة للبرلمان لتجديد الثقة في حكومته أو رئيس الحكومة الجمهورية يطلب من البرلمان بصفاته رئيس الجمهورية أن يمنح الثقة لهذه الحكومة باعتباره يعتبر اليوم أن هذه الحكومة لم تعد تملك الشرعية مثل ما عبر عن ذلك في ليلة أمس بخصوص موضوع التوافق مع حركة النهضة من المهم التأكيد أن التوافق لم يبدأ اليوم يعني بدأ منذ 2014 وحركة النهضة كانت جزءا من هذا التوافق من التوافق اليوم هو قيمة وطنية ليس مجرد شراكة بين حزبين ما زالت أيدينا ممنودة للسيد رئيس الجمهورية وما زالت التوافق بالنسبة لنا قائما ونعتبر رئيس الجمهورية هو رئيس لكل التونسيين ونعتبره كذلك هو ضامن لاحترام الدستور عضو المكتب السياسي لحركة النهضة من تونس شكرا لك وشكرا لأستاذ جلال الورغي مدير المركز المغارب لدراسات في لنن شكرا لكم وشكرا لكم مشاهدين ألقاكم وحلقة جديدة من برنامج وراء الحدث إلى اللقاء